عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلا مكرم ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد اجتماعا تنسيقيا في إطار التحضير والاستعداد للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تحت شعار مصر تستطيع بالصناعة والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الوزارات والجهات المعنية وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة أن المؤتمر سيتضمن جلسة للصناعة الخضراء لاستعراض جهود الدولة المصرية نحو التحول للصناعات الخضراء والتصدي لأثار تغير المناخ بالإضافة لدعم صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة مؤكدة أن المؤتمر يمثل نافذة لاستعداد مصر لتنظيم مؤتمر كوب 27 لتغير المناخ كما أكدت وزيرة البيئة أن هناك توجها جديدا في التعامل مع المنشآت الصناعية وأصبح هناك تسهيلات وحوافز تشجيعية يتم إعطاؤها لتلك المنشآت لدعمها لتصبح متوافقة بيئيا ترجمة نانسي قنقر